أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم أعزائنا المشاهدين المتابعين معانا على القناة وكمان أهلا بكم أعزائنا المشاهدين اللي لسه بيشوفوا لقاءتنا لأول مرة ونقول لهم كلهم أسعد الله منامكم ان شاء الله النهاردة مع بعض هنتكلم عن تفسير رؤية جديدة من الرؤى وهيكون معانا في لقاءنا النهاردة ده تفسير رؤية رقم من الأرقام في المنام وهو تفسير رؤية رقم سبعة ونخلي بالنا شوية من رقم سبعة ورؤيته في المنام لأن في حاجات كتير أوي بتحمل رقم سبعة في الحقيقة فالسماوات سبع سماوات والأرض سبع طبقات وصورة الفاتحة سبع آيات وأيام الأسبوع سبع أيام وكتير وكتير في حاجات كتير أوي في الدنيا سبع 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 ونبدأ نتكلم عن أول رؤية لرقم سبعة في المنام وهي أن أي حد يشوف رقم سبعة في رؤية في المنام وفاكر نفسه في الحقيقة أنه مصحور أو ممسوس مس شيطاني فدي دلالة ليه أن أنت ما فيكش أي حاجة من اللي أنت بتدور في مخك من سحر أو مس وحتى ونفترضنا إن كان فيه تبقى دلالة ليك على أن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى تم زوال السحر عنك أو المس الشيطاني عنك وطيب نفس الحالة إن شافت أحد معاه في المنام هو اللي بيقوله أو بينطأ رقم سبعة مش هو اللي بيقولها أو هو شايفها فديه دلالة ليه أنه لازم يحصن نفسه طيب وإيه علاقة رقم سبعة بالتحسين وأي نوع من التحسين نقوله عليك بشق ريئك في الصباح بسبعة امرات كما أوصان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد في السنة النبوية حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبعة امرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم صم ولا سهر وبالتالي على الرأي حفظ نفسه إن كان فاكر إنه معرض للسحر أو إنه مصحور وده إنه يأكل سبع تمرات في الصباح وده قد يكون مدلول الرؤية للرأي في الحالة دي لما يشوف رقم سبعة في الرؤية في المنام وإن حد بيقولها له أو هو سمحها مش هو اللي بيقولها والله سبحانه وتعالى أدره وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب إن أي حد شاف رؤية في المنام إنه لابس أميس أبيض أو عباية بيضة وشايف أمامه رقم سبعة وكان بعيد والرأي عمال يقرب واحدة واحدة الرقم سبعة فإن شاء الله سبحانه وتعالى دي دلالة للرأي وبشرة ليه كمان إنه اقترب من أداء فريدة الحج فقط مش عمرة وده استنادا إن الحج له مناسك كثيرة منها الطواف حول الكعبة وعدده سبعة والسعي بين الصفا والمروة وعدده برضو سبعة وكمان رمي الجمرات الجمرة الوحدة فيها سبع حصوات فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل الرأي من الحجاج الفترة القادمة وكمان رؤية رقم سبعة في المنام دلالة على الفرحة والسرور اللي هينولهم الرأي بعد حرمان وابتلاء لإن عدد تكبيرات الرقعة الأولى في صلاة العيد سبعة والعيد أكيد فرحة وخاصة بعد ما يكون بعد حرمان أو ابتلاء والله سبحانه وتعالى أدره وأعلم وأسعد الله منامكم وكمان اللي يشوف رقم سبعة في رؤية في المنام وكان في الحقيقة ما بيصليش فديه إشارة ليه وتوجيه ليه من الله سبحانه وتعالى إنه إلحق نفسك وصليه وأوي علاقتك بربنا وصلتك بالله سبحانه وتعالى بالصلاة واستندت هنا إن بداية الصلاة في سن السبعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبة يعني أمروا أولادكم بالصلاة من سبعة سنوات وكمان اللي يشوف رقم سبعة في رؤية في المنام وكان إنسان تقي إيمانه وقوي بالله فديه دلالة ليه إنه كثير التسبيح والسناء لله والاعتراف بنعم الله سبحانه وتعالى وإنه إنسان لا ينكر جميل الآخرين أبداً معاه وكمان إن شاف أي حد رقم سبعة في رؤية في المنام فديه دلالة للرأي إنه سوف يفتح عليه كثيراً فتح كثير لإنه إنسان كثير الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه له وإنه على هدى وليس على ضلالة وكمان إن الله راضي عنه وإن الرأي إن شاء الله سبحانه وتعالى هيكون من أهل الجنة إن شاء الله طبعاً وده استناداً إلى إن سورة الفتحة سبع آيات والله سبحانه وتعالى أضره وأعلم وأسعد الله دائماً منامكم طيب وإن شاف أي حد رؤية في المنام رقم سبعة وكان يبحث عن عمل بالخارج عشان يحسن دخله وعمال يسعى هنا وهناك ويدور يمين وشمال على سفرية عمل فديه دلالة ليه إن شاء الله سبحانه وتعالى إنه اقترب تحقيق أمنيته ويسافر وده لإن سور المهجرة بتطير في سرب والسرب ده بيكون على شكل رقم سبعة والله سبحانه وتعالى أضره وأعلم طيب وإن أي حد شاف اسم الله في السماء وأسفل اسم الله رقم سبعة فديه دلالة للرأي إنه واحد من السبعة اللي هنقولهم دلوقتي وهم واحد إن الرأي رجل عادل بين أبناءه أو نساءه أو العاملين من تحت إيده أو عادل بين الناس جميعا عموما اتنين إن أكبر نسبة من عمره منذ الصغر وهو مهتدي لله وبيأدي كله فرائده إلا عليه تلاتة إن الرأي على الحقيقة إنسان يؤدي كل صلاته بالمساجد وبيحب التواجد بالمساجد وبينتظر الصلاة إلى الصلاة عشان يروح للمسجد أربعة إن الرأي بيحب الناس جميعا وبيحب الله سبحانه وتعالى دايما ويتكلم عليه ويتكلم عن ربنا بنعمه وفضله على الناس وده بيعمله في وسط الناس وبيسكر ربنا دايما في وسط المجتمعات في وسط الجامعة اللي بينه وبين الناس وحبه للناس لوجه الله تعالى خمسة إن الرأي رجل لم يزني بحياته أبدا في ظل المغريات اللي احنا عايشين فيها ولم يفعلوا ذلك خوفا لله رغم كل سهولة الأمور دي قدامه ستة إن الرأي رجل خير وكثير الصدقات للفؤراء والمحتاجين لدرجة إنه ما بيبقاش هو عارف تصدق بكام ولا تصدق لمين سبعة إن الرأي يخشى الله كثيرا لدرجة إن عينه دايما بتبكي خوفا وطوعا وخشوعا كلما دعا الله أو كلما صلى أو كلما مجرد يذكر اسم الله سبحانه وتعالى وكل السبع حالات دول دلالة للرأي إنه إن شاء الله في حماية ربنا في الدنيا وأكيد كمان في حماية ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظل الله ويظل تحت ظل الله سبعة وهم السبعة اللي إحنا قلناهم من شوية والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم أهم حاجة عايز أقولها إن رقم سبعة ده يعتبر رقم المعجزات يعني أي حد رجل أو امرأة ويشوف رقم سبعة في رؤية في المنام وكان عنده حاجة نفسه فيها والحاجة دي طبعا تكون كويسة وحسنة وهو شايف إنها مستحيلة تتحقق وإحنا طبعا عارفين إن ما فيش حاجة مستحيل مع ربنا أو عنده أي كارثة بتفوق قدراته واحتمالاته وطاقاته وهو شايف إنها صعب إنها تزول ونقول له برضو لا ما فيش حاجة مستحيل مع ربنا سبحانه وتعالى ونقول له تاني حاجة إن رؤيتك لرقم سبعة في المنام دي دلالة ليك إن شاء الله سبحانه وتعالى بإن كل أمنياتك سواء بقدوم أمنيات أو بزوال عقبات كلها بإذن واحد أحد إن شاء الله هتتحقق وكل العقبات اللي في طريقك هتتشال لإن رقم سبعة ده رؤيته في المنام يعتبر رقم المعجزات وإن رؤيته في المنام يتدل على تحقيق المعجزات والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم أشكركم على حسن استماعكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته